سأنتقل بكم إلى التطبيق السابع إنه أكثر فيروس من الفيروسات الخوئية آصف محسني من تلامذة الخوئ كان مرجعا من مراجع الشيعة الأفغان لم يأتي بشيء جديد من عند نفسه والرجل كان يقولها دائما إنني أطبق برنامج أستاذ الخوئ وفعلا هو هكذا فعل لقد طبق برنامج أستاذه الخوئ ففي الحقيقة ففي الحقيقة إن أقدر فيروس هو الخوئ لكن آصف محسني نفذ البرنامج أستاذ البرنامج بشكل نظري وعملي على أرض الواقع هذا الكتاب الذي بين يديه يتألف من جزئين وهو كتاب معروف لآصف محسني مشرعة بحار الأنوار هذا الكتاب الأحرى به أن يعنون بهذا العنوان مقبرة بحار الأنوار لماذا عنون الكتاب بالمشرعة يعني أن الذي يريد أن يتعامل مع بحار الأنوار عليه أن يرد من هذه الجهة لأن المشرعة هي الجهة التي يردها الوارد حينما يريد أن يأخذ ماء من النهر هذه هي المشرعة المشرعة الجهة التي يردها الوراد لأخذ الماء للانتفاع من ماء النهر بحار الأنوار هذه البحار صنع لها آصف محسني مشرعة وفي الحقيقة ما هي بمشرعة إنها مقبرته بحار الأنوار في هذين الجزئين وضع آصف محسني بحسب البرنامج الخوئي وضع الخارطة الكاملة لقبري ودفني بحار الأنوار لذا قلت من أن آصف محسني هو أقذر فيروس لأنه طبق برنامج الخوئي أصل القذر من هناك من الخوئي أصل القذارة وجوهر القذارة هناك ولكن ولكن طبق القذارة بنحو نظري وعلمي وعملي هو هذا الرجل آصف محسني وهو صديق السستاني وآراء السستاني ألعن من آرائه وسيأتينا الكلام عن هذا ليس في هذه الحلقة إذن هذان الجزآن اللذان هما بعنوان مشرعة بحار الأنوار في الحقيقة هما مقبرة بحار الأنوار سأضرب لكم مثالا هذا هو الجزء الحادي والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي والمجلس متوفى سنة 1111 أو 1110 للهجرة من الصفحة الثانية وإلى الصفحة الثامنة والعشرين ما بين الصفحة الثانية والصفحة الثامنة والعشرين باب هذا الباب جمع فيه المجلس الأحاديث التي ترتبط بولادة إمام زماننا تتجاوز الأربعين حديثا قد تجدون أن آخر رقم هو السابع والثلاثون لكن هذه الأرقام اجتملت في تفاصيلها على أكثر من حديث ولذا فإن الأحاديث في الباب تتجاوز الأربعين حديثا في الحلقة الماضية جئتكم بالجزء الأول من الكافي واستخرجت لكم الباب الذي جمع فيه الكلين واحدا وثلاثين حديثا بخصوص ولادة إمام زماننا وعرضت بين أيديكم كيف مزقها المجلس في شرحه للكافي فحكم على واحد وعشرين منها بأنها مجهولة أو ضعيفة وحكم على سبعة منها من أنها صحيحة وحكم على ثلاثة منها على أنها قريبة من الصحيح وفي وقتها قلت لكم هذا التقييم وفقا لمستوى من مستويات التقييم التي اعتمدها المجلس وإلا بحسب الخوئي محمد باقر الصدر السيستاني وغيرهم فلا يثبت من تلك الأحاديث حديث وربما ثبت حديث بشروط وقيود إذا تحققت تلك القيود والشرط فلا تثبت الأحاديث التي في الكافي أحاديث الكافي أوردها المجلس هنا وأضاف إليها فتجاوزت الأربعين حديثا ماذا فعل معها أصف محسني في مقبرة البحار هذا هو الجزء الثاني من مشرعة بحار الأنوار لآصف محسني صفحة 208 يتحدث هنا عن الجزء الحادي والخمسين والذي حدثتكم عنه قبل قليل يقول فيه أكثر من أربعين رواية والمعتبرة منها ليست الصحيحة المعتبرة المعتبرة أعم من الصحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون دون الصحيحة والمعتبرة والمعتبرة منها ما ذكرت برقم خمسة الرواية الخامسة إن بشرط تكون معتبرة بهذا الشرط بشرط إن إن ثبت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها فكثرة الترحم هكذا يقولونهم في قذارات علم القنادر علم الرجال كثرة ترحم الصدوق على شيخ من مشايخه هذا دليل على وثاقته ففي هذا الباب من الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار إنه الباب الذي يجتمل على أحاديث الولادة المهدوية فيه أكثر من أربعين رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم خمسة إن ثبت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها وبرقم ثلاثة وثلاثين إن كان الخشاب هو الحسن ابن موسى لكن فيه تردد لأنه من الطبقة السابعة والحال أن الخشاب في هذه الرواية روى عنه ابن أبي نجران وهو من الطبقة السادسة فهو مجهول النتيجة لا توجد رواية واحدة صحيحة النتيجة بعد كل الكلام لا توجد رواية واحدة صحيح ومن جملة الأسباب التي ساقها في تضعيف روايات هذا الباب بخصوص ما روية عن السيدة حكيمة بنت إمامنا الجوات والتي تزورونها أنتم في سامراء ماذا تقولون عنها يا أيها الشيعة الحمير ماذا تقولون عنها هل هي موثوقة مراجعكم لا يوثقونها الخوء لا يوثقها ولذلك فإن رواياتها عند الخوء عند محمد باقر الصدر عند السستان وعند البقية رواياتها ضعيفة لماذا لأنها ليست موثقة لم يوثقها الرجاليون أولاد الكلب ثم إن الرواية الثانية وغيرها قد فصلت كيفية ولادة القائم عجل الله تعالى فرج لكنها ضعيفة الأسانيت مختلفة متنا ورواتها مجهولون وحكيمة رحمها الله أيضا لم توثق فهذه الروايات غير معتبرة لا ينبغي الاعتماد عليها في إثبات التفاصيل لماذا لأن حكيمة بنت الإمام الجوات ليست موثقة رواياتها ضعيفة لم يوثقها الرجاليون من أبناء العواهر أتحدث عن رجاليين الشيعة من أولاد الكلب من هؤلاء تأخذون دينكم حكيمة الطاهرة المطهرة تحتاج إلى توثيق من آصف محسني أو من السستان أو من الخوع تفعل ذلك اليوم الذي نعتقد فيه أن حكيمة بحاجة إلى توثيق من الخوع أو من محمد باقر الصدر أو من السستان أو من آصف محسني تفعل ذلك اليوم وتفعل حياة تكون في ظلال هؤلاء هذه هي المسخرة التي أنتم تعيشون فيها يا أيها الشيعة النوابخ يا أيها الشيعة الحمير أتعفون أتعفون بالوثيقة الدخية لا أجيب الأسمان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إلي قال توصل و اطمئن تركبهم يعني بش اشي يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عباردة واحد من الأعلى قبل خمسة قل مستعجب مستعجب تركب يعني خلاغة أبا ميشيني كما ترخل خلاغة أبا ميشيني تبغل أبا كان حالك أسر فقوش ديخ عربي فقوش و نص عباط كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب لأسمهم عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضايا ديخ ومش اشي لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن كتاب مقبرة بحار الأنوار الذي سماه الفيروس اللئيم آصف محسني الذي يمثل القذارة الخؤية بأجل صورتها وأوضحها بأقذر صورها وأخبثها سما كتابه مشرعة بحار الأنوار هذه المقبرة القذرة النتنة قلت لكم من أنها خارطة برنامج لقبر بحار الأنوار ودفنه وتضييعه وتمزيقه بحار الأنوار بحسب الطبعة المعروفة يتألف من مئة وعشرة أجزاء صحيح أن الكتاب بكله من أوله إلى آخره ليس خاصا بحديث أهل البيت فهناك هراء سقيفة سقيفة بني ساعد وهناك هراء سقيفة بني طوس لكن الأعمى الأغلب والكثرة المتكاثرة في هذه الأجزاء الكثيرة مرتبط بحديث أهل البيت إذا أردنا أن نقوم بمقايسة ما بين مقدار حديث أهل البيت في بحار الأنوار وبين هراء وخراء السقيفتين فإن هراء وخراء السقيفتين يكون قليلا بالقياس إلى مقدار حديث أهل البيت الوفير والكثير جدا في هذه الموسوعة الكبيرة خلاصة القول بحار الأنوار يتألف من مئة وعشرة أجزاء عمار الفهداوي أخذ الخارطة من آصف محسني التي وضعها في كتابه مقبرة بحار الأنوار كما أسمي هذا الكتاب وما هو بمشرعه وطبق البرنامج الخوعي القذر النجس الذي وضعه الفيروس اللعين آصف محسني في كتابه هذا فأنتج لنا بحار الأنوار في ثلاثة أجزاء مئة وعشرة تحولت إلى ثلاثة أجزاء معجزة خوئية في القرن الحادي والعشرين الميلادي ويقولون من أن زمن المعاجز يولى ونحن في زمن ما هو بزمن المعاجز ها هي المعجزات بين أيدينا معجزات الحوزة اخطوسية اللعينة النجسة هذه معجزة من معجزات الخوعي وبالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة ما بينما ذكره آصف محسني وبينما اختاره عمار الفهداوي في هذا الكتاب الذي عنوانه المعتبر من بحار الأنوار ليس الصحيح المعتبر المعتبر قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا المعتبر من بحار الأنوار وفقا لنظريات آية الله الشيخ آصف محسني دام ظله توفي الآن آصف محسني هذا الكتاب نشر زمان حياته المعتبر المعتبر من بحار الأنوار وفقا لنظريات آية الله الشيخ آصف محسني دام ظله وآصف محسني الرجل يصرح من أنه ينفذ برنامج أستاذه الخوعي فما بين آصف محسني وعمار الفهداوي هناك نوع من التساهل في تطبيق منهج الخوعي لو أن الرجلين طبق منهج الخوعي بدقة ما أتوقعه تقديرا سنلغي جزءا من الأجزاء الثلاثة هذه وربما أكثر وربما نلغي جزءا ونصف لكن آصف محسني تساهل في الموضوع في بعض الجهات وكذلك الفهداوي وإلا إذا أردنا أن نطبق المنهج الخوعي القذر النجس في تدمير أحاديث أهل البيت فإن أحاديث البحار ستتحول إلى جزئين أما إذا أردنا أن نطبق المنهج السيستاني الخرائي فلا أعتقد أن شيئا يبقى من الجزئين إما أن يبقى جزء يسير قد يكون في عدد محدود من الصفحات أو أن الجزئين الباقيين سيلغى وجودهما وحينئذ له وجوده للبحار فيما بيننا هذه حقائق أمام أعيونكم المعتبر من بحار الأنوار هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الأولى 2016 ميلادي دار المحجة البيضاء بيروت لبنان والكتاب يتألف من ثلاثة أجزاء ها هي بين أيديكم وأمام أعينكم بينما الكتاب الأصل يشكل مكتبة يتألف من مئة وعشرة أجزاء أليست هذه معجزة مئة وعشرة أجزاء تتحول إلى ثلاثة أجزاء ما هي لعبة كلعبة الخوئي مع كتاب كامل الزيارات الرجل قرأ العبارة فظنها بهذا المعنى فألف كتابه في الرجال وفقا لهذا الظن ثم قرأ العبارة مرة أخرى فظن أن معناها شيئا آخر فعاد وغير الكتاب بكامله وغير فتاوى وغير الدين ما هو هذا العبث الذي يعبث به هؤلاء السفلة من آيات إبليس العظمى منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وهم يخرون في الدين وهم يخرون على رؤوسنا ورؤوس آبائنا وأجدادنا ويخرون في أفواهنا مثل ما يخر بعضهم في أفواه البعض الآخر ووصلنا إلى هذه النتيجة إلى الدين الخرائي وإلى العقائد الخرائية وإلى الثقافة الخرائية هذا هو الذي وصلنا إليه وحصلنا عليه وأمامكم هذه الشواهد والأدلة والحقائق لازال الحديث عن هذا الفيروس القذر عن آصف محسني هذا أهم كتاب من كتبه معجم الأحاديث المعتبرة هذا المعجم يكون خلاصة خلاصة من كتاب البحار ومن سائر الكتب الأخرى ومن الكتب الأربعة التي لم يضمنها المجلس في كتاب البحار هذا معجم الأحاديث المعتبرة هذا هو الجزء الأول ألف أربعمية وسبعة وثلاثين هجري قمري إنها طبعة مؤسسة مؤسسة دار نشر الأديان هم وضعوا عنوانا خاطئا دار نشر الأديان دار نشر الأديان وهذه هي الطبعة الثانية في هذا الكتاب آصف محسني جمع كل الحديث الذي هو في الكتب الأربعة الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار وفي البحار وسائر الكتب الأخرى معجم الأحاديث المعتبرة ليست الصحيحة المعتبرة كتاب الكافي لوحده كتاب الكافي لوحده يشتمل على ستعش ألف حديث وأكثر يشتمل على ستعش ألف ومئتين حديث كتاب الكافي بأجزائه الثمانية فإذا أضفنا الفقيه والتهذيب والاستبصار والبحار الذي يتألف من مئة وعشرة أجزاء وهناك مستدركات على البحار هناك العوالم استدراك على البحار وهناك سفينة البحار العوالم لعبد الله البحراني وهناك سفينة البحار مستدرك آخر على البحار عباس القمي للمحدث عباس القمي وهناك مستدرك على سفينة البحار مستدرك على المستدرك على البحار للنمازي الشهرود وهناك وهناك الخلاصة هذا هو الجزء الثامن وهو آخر جزء من هذا المعجم معجم الأحاديث المعتبرة وضاع ديننا بين معجم رجال الحديث الذي طبقه آصف محسني معجم رجال الحديث للخوئي طبقه آصف محسني على حديث أهل البيت فأنتج لنا هذا المعجم المسخ معجم الأحاديث المعتبرة آخر حديث فيه تسلسله أهدعش ألف خمسمية وثلاثة وعشرين الكافي وحده ستعش ألف وميتين فما بالكم ببقية الكتب الأربعة والأحاديث فيها أكثر من أحاديث الكافي وما بالكم بالبحار الذي يتألف من مئة وعشرة أجزاء وما بانكم ببقية كتب الحديث الأخرى أهدعش ألف خمسمية وثلاثة وعشرين وهو يقول من أنه تساهل في الأمر من أنه لم يطبق البرنامج الخوئية القذرة النجس الوسخ في تدمير أحاديث أهل البيت ومع ذلك فعل ما فعل طبق البرنامج الذي وضعه الخوئي في معجم رجال الحديث وهو غبي هذا آصف محسني لأن الخوئي قد تراجع عن كتابه إلا أن أولاده وحاشيته منعوه من تصحيح الكتاب فبحسب المفترض أن آصف محسني اختار الأحاديث وفقا لبرنامج الخوئي في الكتاب المطبوع أتحدث عن معجم رجال الحديث إلا أن الخوئي تراجع كبول البعير إلى الوراء عما هو في كتابه فهذا الكتاب مدخول أيضا مسخرة أنتم الخوئي مسخرة في كل يوم يأتي برأي وفي الآخر ما سمح له بتغيير كتابه وهؤلاء المراجع مسخرة أيضا كالكتاب الذي جئتكم به يوم أمس لمؤلفه السمين وقد استخرج أحاديث أصول الكافي وفقا للخوئي والخوئي قد غير آراءه لكنه لم يثبتها في طبعة جديدة لأن الحاشية قد منعته مسخرة أنتم أيها الشيعة كتبكم مسخرة مراجعكم مسخرة وأنتم أنتم الذين تشاهدون البرنامج أنتم أيضا مسخرة لأنكم أتباع هؤلاء المسخرة دين مسخرة من أوله إلى آخره نذهب إلى فاصل التطبيق الثامن لعبة أخرى من ألاعيب مراجعنا العظام ناصر مكارم شيرازي أنتج هذا الكتاب هذا الكتاب أنتجته مرجعية المرجع المعاصر ناصر مكارم شيرازي منتخب الآثار من بحار الأنوار الموجود في المكتبات إلى الجزء الثاني عشر وعدد الأحاديث التي أثبتت عشرة آلاف حديث مع اثنين وخمسين حديثا عشرة آلاف واثنين وخمسين آخر حديث في آخر الجزء الثاني عشر من هذه الموسوعة برنامج كامل لحذف الكثير من الأحاديث من بحار الأنوار قطعاً إذا استمر الزمان ولم يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ستكون هذه الكتب هذا وغيره بديلاً عن البحار لأنها قد طبعت ونظمت وبوبت وفهرست بطريقة هي أفضل من كتاب البحار وأسباب الترويج لها ستكون متوفرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى الإعلامي وحتى على المستوى الجماهيري الشيعة حمير هم أتباع المراجع فهذا مشروع من المشاريع أنا لا أريد أن أسيء الظن بنوايا ناصر مكارم شيرازي ولا أريد أن أسيء الظن بنوايا الآخرين لا شأن لي بهم ولا بنواياهم لكنني أقول من أن الذي هو على أرض الواقع هو تدمير لمنظومة الأحاديث الشيعية وأتحدث عن الأحاديث الشيعية عن شيعة العترة الطاهرة وليس عن الأحاديث الشيعية وأقصد بالشيعة الموجودين على أرض الواقع هؤلاء شيعة الطوسيين لا علاقة لهم بالعترة الطاهرة أبدا لا من قريب ولا من بعيد هم يضحكون على أنفسهم يقولون نحن شيعة العترة وإلا فإن العترة بريئة منهم الأئمة يقولون هذا ما أنا الذي أقول لأن الأئمة تبرأ من دين مراجع حوزة النجف وكربلة الإمام صادق تبرأ منهم تبرأ من دينهم في رواية التخليد وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فيقول من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة إلى أن يقول الإمام الرواية طويلة ماذا يفعلون بعد ذلك يضيفون إلى ذلك الجزء اليسير الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة يضيفون إليه أضعافه وأضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذه الأكاذيب هي الدين الذي قدموه لنا منذ سنة 448 للهجرة حينما تأسس المذهب الطوسي اللعين وتأسست حوزة النجف اللعين هذه الأكاذيب الإمام الصادق تبرأ منها تبرأ من دين هؤلاء المراجع ثم يقول إمامنا الصادق فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم فضلوا وأضلوهم المراجع أضل أنفسهم وأضل شيعة معهم إمامنا الصادق يتبرأ من دين هؤلاء هذه الحقيقة واضحة جدا في طوايا حديث العترة الطاهرة صحيح أن هذا الكلام لا يقوله أحد وحتى الذين يعتقدون به لا يقولونه إنها الدنيا ومصالح الحياة الدنيوية إنها الأموال والذمم التي تباع وتشترى في سوق الذمم وأكثر مكان تباع وتشترى فيه الذمم حوزة النجف حوزة النجف وكربلاء هي أكثر مكان في العالم تشترى وتباع فيها الذمم على حساب دين العترة الطاهرة وعلى حساب أولياء أهل البيت المخلصين هكذا تباع الذمم وتشترى هذه حقيقة حقيقة لا أطالبكم أن تصدقوني إنما أطالبكم أن تبحثوا عن هذه الحقائق بأنفسكم وبالسهولة تستطيعون أن تصلوا إليها القضية تحتاج إلى جهد قليل وإلى صبر محدود كي تستطيعوا أن تصلوا إلى هذه الحقائق أنا لا أحدثكم أن تصلوا إلى الحقائق كلها إنما أقول لكم أن تدركوا أن السوق التي يباع ويشترى فيها الناس وتباع وتشترى فيها الأديان سوق النجف لا أتحدث عن السوق الكبير الذي يشتري ويبيع فيه الناس حوائجهم وبضائعه إنني أتحدث عن سوق مراجع النجف فهؤلاء يعملون كما يعمل القوادون هؤلاء قوادون ولكن العهر العهر يعملون به هو العهر الديني تباع وتشترى الأديان إنها الديوثية العقائدية الديوثية العقائدية هذه ظاهرة واضحة بين أصحاب العمائم إنهم يبيعون ذمامهم الدينية مثلما الديوث الذي يبيع عرضه يبيع زوجته للآخرين فأصحاب العمائم يبيعون ذمامهم العقائدية وذمامهم الدينية وتلك هي الديوثية العقائدية وهؤلاء هم القوادون الدينيون أتحدثوا عن المراجع الكبار وعن أولادهم وأصهارهم ووكلائهم هؤلاء مجموعة القوادين الكبار هذه هي الحقيقة من دون مجاملات من دون مجاملات وهكذا دمرت منظومة حديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل التطبيق التاسع من تطبيقات عنواننا مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجع التطبيق التاسع ما كتبه الطوسيون في الثقافة المهدوية من الستينات وسبعينات من القرن الماضي من القرن العشرين الميلادي من ستينات وسبعينات القرن العشرين الميلادي ما كتبه الطوسيون في الثقافة المهدوية كتبوا ثقافة مهدوية بعيدة تمام البعد عن منهج إمام زماننا إنني أتحدث عن الأعم الأغلب لم يكن عن الجميع لأنني في الحقيقة إلى هذه اللحظة ما وجدت شيئا يخالف هذا الذي أقوله منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي في أجوائنا الشيعية لأنه قبل هذا الوقت لم تؤلف كتب في الثقافة المهدوية هناك كتب قديمة أُلِّفت زمان الغيبة الأولى أو في بدايات الغيبة الثانية أو في القرون التي تلت بدايات الغيبة الثانية وانقطع التأليف وانقطعت الكتابة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلا ما كان يجمع في كتب الحديد مثلما جمع صاحب البحار في البحار أو جمع صاحب العوالم في العوالم وهكذا هناك كتب كتبت باللغة الفارسية ولم تكن بذاك المستوى الراقي كتب قليلة أُلِّفت ما قبل الستينات والسبعينات من القرن العشرين أنا لا أريد أن أنفي بالمطلق من أن كتباً جيدةً قد كتبت كمكيال المكارم مثلاً وغيره إلا أنني أتحدث بالإجمال عن واقع المكتبة المكتبة الطوسية في حوزة النجف وكربلا وأتحدث عن العقود المتأخرة فمنذ الستينات والسبعينات وإلى الآن ما كتب في الثقافة المهدوية لم يكتب صافياً نقياً كل الكتب التي بين أيدينا شحنت بروايات المخالفين التي تعرضت لتحريف واضح وتحريف مقصود أحاديث الشأن المهدوي في الغيبة والظهور في كتب المخالفين تعرضت لتحريف كبير وواضح أن التحريف مقصود ومقصود جداً ونحن لسنا بحاجة للاعتماد عليها إدخالها كمعطيات في ساحة الثقافة المهدوية الشيعية يؤدي بنا إلى أن تكون ثقافتنا ثقافة مدخولة مختلة ليست صحيحة وهذا هو الذي جرى الثقافة المهدوية في الساحة الطوسية الشيعية ثقافة مدخولة الذين يتحدثون على المنابر أو في الفضائيات أو عبر الإنترنت يحدثونكم بثقافة مدخولة مخترقة بالثقافة الناصبية التي أساسها الأحاديث المحرفة في كتبهم من الأحاديث التي حرفت وحرفت تحريفا واضحا أحاديث الشأن المهدوي ما يرتبط بشخص المهدي ما يرتبط بشؤون غيبته ما يرتبط بشؤون ظهوره كل هذا ترك آثارا واضحة في الثقافة المهدوية الشيعي مطالب أن يعرف إمام زمانه وجزء من معرفة إمام الزمان أن يعرف الشيعي شؤون غيبة إمامه وشؤون ظهور إمامه لكنه إذا اعتمد على هذه الثقافة المطروحة في الكتب أو في الفضائيات أو على المنابر فإنه يأخذ ثقافة مسمومة ثقافة قذرة تناقض ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي بعثها إلى الشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا التطبيق العاشر هذا تطبيق نظري ليس عمليا مشروع للبروجردي بدأ به وتراجع عنه وتراجع عنه لا خدمة لإمام زمانه وإنما مراعاة للوضع العام الذي يحيط بمرجعيته مثل ما فعلت حاشية الخوئي مع الخوئي حين منعته عن تصحيح كتابه معجم رجال الحديث للمرة الثانية هذا الكتاب حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال لأحد تلامذته المقربين منه محمد واعد زادة الخراساني هذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ألف وأربعمية واحد وعشرين هجر قمري إنها الطبعة الأولى طهران إيران صفحة مية وأربعة عشر وما بعدها يقول محمد واعد زادة خراساني أن الأستاذ الإمام يتحدث عن البروجردي فهو أستاذه أن الأستاذ الإمام حضر يوماً لجنة الحديث أية لجنة لقد شكل لجنة لجمع الأحاديث الفتوائية في كتب الشيعة وهناك موسوعة طبعت طبعت قطعاً بعد وفاته جامع أحاديث الشيعة هذا الكتاب موسوعة جمعت الأحاديث الفتوائية في الكتب الأربعة المعروفة عندنا الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار مع سائر الأحاديث الأخرى التي وردت في الوسائل في مستدرك الوسائل وسائر الكتب الأخرى جمعت في هذا الكتاب وهذا الكتاب كان بتخطيط وإشراف من قبل البروجردي محمد وعزاد الخراساني يتحدث عن هذه اللجنة وعن هذا الكتاب أن الأستاذ الإمام البروجردي حضر يوماً لجنة الحديث وبيده كتاب فبدأ حديثه بأن عدد روايات أهل السنة في باب الأحكام أقل بكثير من روايات أهل البيت عندنا فأرى إيرادها في ذيل أبواب كتابنا إذ في الجمع بينها فوائد وللنظر وللنظر فيها جميعاً دخل في الاستنباط وبذلك يعلم مقدار ما عندهم من الحديث في كل باب وما عندنا وأضاف قائلاً أنه يكفينا من رواياتهم ما جمعت في هذا الكتاب وهو التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ علي منصور علي ناصف من علماء الأزهر الشريف وفيه خمسة من الصحاح الستة أي عدا سنن ابن ماجة فبدأنا بدرج تلك الروايات في مواضعها في كتاب جامع أحاديث الشيعة وتم العمل في كتاب الطهارة وشيء من غيرها فإذا بالأستاذ الإمام حضر اللجنة في وقت آخر قائلاً إني طلبت منكم درج أحاديث أهل السنة في الكتاب ثم بدى لحذفها وذكر أسباباً لانصرافه عن رأيه وحاصلها أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر وإني أخاف الفتنة فنكلها إلى وقت مناسب فقاموا بعد ذلك بحذف الروايات فهذا الحذف لم يكن التزاماً بمنهج الإمام المعصوم وإنما خوفاً من الناس بالضبط كحال حاشية الخوئي حينما منع الخوئي من إعادة تصحيح كتابه معجم رجال الحديد نظرهم دائماً إلى الناس لماذا؟ لأن الأموال التي تأتي إليهم من الناس ولأن الزعامة بسبب الناس ولأن الذين يقدسونهم هم الناس ولأن الحمير الذين يركب المراجع على ظهورهم هم الناس فلابد من مراعاة هؤلاء الحمير بالحد الذي يبقون حميراً يقدمون لهم العلف ويقدمون لهم ما يكون مريحاً لمستوى عقولهم الاستحمارية تلاحظون أن هوساً عند الجميع باتجاه حديث المخالفين لماذا؟ لماذا تحذفون أحاديث أهل البيت تنقصون أحاديث أهل البيت تشككون في أحاديث أهل البيت لا تحفظون أحاديث أهل البيت لا تفقهون أحاديث أهل البيت وتركضون إلى أحاديث المخالفين لماذا؟ هل هناك من حاجة إليه؟ هل أن أحاديث أهل البيت فيها عيبون فيها خللون يا أيها المعيبون العيب فيكم والخلل فيكم والنقص فيكم والخراء فيكم والخراء منكم وإليكم وعليكم وعلى رؤوسكم وعلى وجوهكم وفي أفواهكم فأنتم الخراء بتمام معنى الخراء ألا تلاحظون أن الحال هذا موجود ومستمر منذ زمان تأسيس المذهب الطوسي وإلى هذه اللحظة مشروع آخر لم ينجح من نفس سنخية هذه المشاريع القذرة إنه مشروع تابع ومقترح من قبل محمد باقر الصدر وأوكل تنفيذه إلى تلميذه كاظم الحائري هذا هو الجزء الثالث من موسوعة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لمؤلفه أحمد عبد الله أبي زيد العاملي هذه طبعة دار العارف للمطبوعات للمطبوعات صفحة أربعمية وسبعة وستين من الجزء الثالث كما كان للسيد الصدر رحمه الله مشروع آخر حول كتاب بحار الأنوار يقضي بحذف أحاديث الأحكام لوجودها في المصادر الفقهية المختصة إلى جانب حذف أحاديث المطاعن هنا 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 البروجردي نفسه حرم على صاحب المكتبة الإسلامية محمد الآخند في طهران أن يطبع الأجزاء الستة المرتبطة بمطاعن أعداء العترة الطاهرة حرم تحريما أصدر فتوا وحرم طباعة تلك الأجزاء وهي أحاديث أهل البيت من فارق فيما بين هذا وبين ما فعله أبو بكر بحرق أحاديث النبي أو ما فعله عمار بإطلاف أحاديث رسول الله ومنع كتابة حديث رسول الله ومنع رواية حديث رسول الله وكتب التأريخ والسير شاهدة على هذا ما هو الفارق بين هؤلاء وهؤلاء لكن هؤلاء ينتسبون إلى العترة كذبا وزورا ولذا فإنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أما أولئك فهم قتلت الحسين أولئك هم قتلت الحسين حديث إمامنا الصادقي في الجزء الثامن من الكاف الشريف إذا كتب الكتاب إذا كتب الصحابة الصحيفة المشؤومة قتل الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين أولئك هم قتلت الحسين أما هؤلاء ألعنوا وأقبحوا من قتلة الحسين ما هو الفاغق بين هؤلاء وأولئك كما كان للسيد الصدر رحمه الله مشروع آخر حول كتاب بحار الأنوار يقضي بحذف أحاديث الأحكام لوجودها في المصادر الفقهية المختصة هذا شيء ليس مهم الكلام هنا إلى جانب حذف أحاديث المطاعن والأحاديث المرتبطة بالأمور العلمية من قبيل الطب والفلك وغيرهما ويتم جمع ما تبقى في كتاب جديد يشتمل على الأحاديث المعتبرة عن آداب وأخلاق أهل البيت يكتب رحمه الله إلى السيد كاظم الحائر وتأتي الرسالة لكن المشروع هذا لم ينفذ وأستشعر أن ناصر مكارم شيرازي قد اقتطف هذه الفكرة وطبقها في هذا المشروع فمشروع ناصر مكارم شيرازي منتخب الآثار من بحار الأنوار هو تطبيق لفكرة محمد باقر الصدر وإن لم يكن قد صرح بهذا أو أن الرجلين وصلوا إلى فكرة واحدة فإن الأفكار قد قد تتداعى وقد تتلاقح وقد تتواصل وقد تتشابه من دون تواصل تلاحظون أن عقدة موجودة عندهم جميعا عند الذين خططوا ولم يتمكنوا من التنفيذ وعند الذين خططوا وتمكنوا من التنفيذ هناك مشكلة عندهم مع أحاديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ما طرحته ودعت إليه مؤسسة القمر لثقافة والإعلام في مشروع كلامكم نور وما يرتبط بموسوعة كلامكم نور إنها محاولة لتجنب كل هذه الأخطاء أكانت هذه الأخطاء مقصودة أم لم تكن لكن مشكلتنا في الجانب المادي ولذا فإن العمل يتحرك ببطء ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذا الموضوع لأنني قد سئمت من الحديث عنه لكنها محاولة إذا توفرت لها الأسباب المادية المناسبة أتوقع نجاحها وأتوقع أن تكون على أرض الواقع في فترة ما هي ببعيدة جدا لكن إذا لن تتوفر الإمكانات المادية سنبقى نعمل ببطء إلى الحد الذي إما أن ننجح وإما أن نتوقف واقع شعي مرير ودين محرف ومزيف وآيات عظمى لا يفقهون شيئا وإذا ما خططوا لشيء جاء تخطيطهم فاشلا ونتائج عملهم خائبة وكل الذي يفلحون فيه أن يركض باتجاه النواصب وكل الذي يقومون به تدمير وحرب على دين العترة الطاهرة إذن عنواننا الرابع مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي عرضته بين أيديكم وعرضت أهم التطبيقات بهذا الخصوص وبنحو واضح سأنتقل بكم إلى العنوان الخامس من عناويننا الفرعية من الشق الأول من شقي جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة الذي عنوانه التحريف الديني والتزييف العقائدي هل تلاحظون أن كمية التحريف ومقدار التزييف هائل هائل جدا كمية هائلة مقدار هائل جدا له أول وليس له آخر العنوان الخامس قائمة طويلة من الذي أوجد هذه القائمة هم الطوسيون المراجع الطوسيون قائمة طويلة من الكتب من كتب حديث أهل البيت التي تنكر التي تنكر أو يشكك فيها أو تضعف أو توضع جانبا قائمة طويلة إذا ما رجعنا إلى كتب مراجع الشيعة على سبيل المثال إذا ما رجعنا إلى أفكاري ونظرياتي ودروسي ومباني المرجع المرجع إحسين البروجردي أو المرجع الخوئي أو المرجع السيستاني هؤلاء أمثلة والسيستاني بالمناسبة تلميذ للبروجردي وتلميذ للخوئي أيضا إذا ما رجعنا إلى أفكار هؤلاء ودروسهم وتقررات أبحاثهم ومتبنياتهم هناك قائمة يشكلونها قائمة طويلة من كتب حديث أهل البيت التي تنكر أو يشكك فيها أو تضعف أو توضع جانبا تريدون أن تطلع على هذه القائمة أرشدكم على سبيل المثال إلى كتابين وإلا فالكتب كثيرة وأنا لا أستطيع أن أتناول كل شيء في هذه العجالة الكتاب الأول يتألف من جزئين أصول أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق هذه دروس وأبحاث مسلم الداوري الذي عينه الخوء رئيسا للجنة المشرفة على تصحيح كتابه معجم رجال الحديث حينما أعاد كتابته وصححه وغير الكثير فيه فهذا الكتاب أصول علم الرجال لمسلم داوري يجتمل على قائمة طويلة من كتب حديث أهل البيت في هذا المعرض في معرض الإنكار في معرض التشكيك في معرض التضعيف في معرض وضعها جانبا وكتاب آخر هذه الطبعة بالنسبة لكتاب مسلم داوري هذه الطبعة الثالثة 2008 ميلادي مؤسسة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قموا المقدسة الكتاب الثاني قبسات من علم الرجال يتألف من جزئين أيضا محمد رضا السيستاني هذه تقريرات أبحاثه ودروسه في هذا الموضوع طبعة دار الوركة الطبعة الأولى 2015 ميلادي هذا الكتاب أيضا يجتمل على قائمة طويلة طويلة من كتب حديث أهل البيت ما بين إنكارها والتشكيك فيها وتضعيفها أو وضعها جانبا وهناك كتب عديدة أخرى في هذا الاتجاه كما قلت لكم هذه القائمة الطويلة من كتب حديث أهل البيت التي يدوسون عليها بجهلهم وقلة طلاعهم وعدم معرفتهم بفقه حديث أهل البيت هؤلاء جهال لا يفقهون معارف أهل البيت هؤلاء تعلموا ما يسمى بعلم النواصب ما هو بعلم جماع سفاهات وجماع تفاهات وجماع خطل في القول كلام لا نفع فيه ولا حكمة فيه ولكنهم تعلموا وأخذوا يلوكونه على ألسنتهم وعلموه للجحوش من أتباعهم يضحكون على أنفسهم على أن هذه علوم أية علوم هذه هذا خراء في خراء هم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على جحوشهم والجحوش والجحوش الذين يحضرون دروسهم يضحكون عليهم أيضا والخلاصة دين مسخرة والنتيجة حرب طاحنة على ثقافة أهل البيت وعلى دين أهل البيت وبعد ذلك لا بد أن يوصف هؤلاء بأنهم الآيات العظمى وبأنهم نواب صاحب الزمان وهم حمير في سوق العلم ليس لهم حتى من قيمة نعل قديم ممزق أتحدث عن سوق علم أهل البيت ولا أتحدث عن سوق علم الأشاعرة والمعتزلة لأن العلم الحقيقي عند محمد وآل محمد فقط وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير يا أيها الشيعة أن ناقضون لبيعة الغدير نقضا كاملا هذه الحقائق واضحة بين أيديكم نذهب إلى فاصل أتمنى على الباحثين عن الحقيقة إن وجدوا وأتمنى على الذين يواصلون درس هذه البرامج والبحث فيها إن وجدوا وأتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن إن كانوا يتابعون هذه الحلقات أن يعودوا إلى الحلقات المتقدمة خصوصا حينما حدثتكم عن التحريف الانتقائي من موضوع التحريف الانتقائي وإلى حلقة اليوم أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه الحلقات ولو بنحو سريع كي تتذكروا المصاديق الكثيرة التي عرضتها بين أيديكم والتي تنبئنا عن سعة التحريف في المكتبة الشيعية أنا ما أردت بين أيديكم إلا نزرا يسيرا إذا أردت أن أتناول كل جهاتي التحريف والتزييف والتضليل والتجهيل والتثويل في المكتبة الشيعية ربما ينقض عمري ولا أستطيع أن أقوم ببيان ربع ذلك عرضت لكم نزرا يسيرا فاعرفوا مدى سعة التحريف ومدى سعة التزييف وبعد ذلك هل هذه مكتبة تستحق الاحترام هل هؤلاء المراجع يستحقون الاحترام مع هذا التحريف والتزييف والتضليل والتثويل وتجهيل هل هذه جهود تستحق أن نشيد بها أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها كي تتذكروا المصادق لأنني حدثتكم عن الكثير من المصادق إذا لم تراجعوها لن تتذكروها مساحة التحريف واسعة جدا جدا بحيث لم يبقى شيء سليم أبدا مثل ما قالت رواية التقليد إنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا بالنسبة المئوية نسبة الأكاذيب ستكون مية وعشرين بالمئة من الأكاذيب إلى عشر بالمئة إذا أردنا أن نحول هذه الكلمات إلى أرقام يضيفون إلى البعض أضعافه الأضعاف ثلاثة وأضعاف الأضعاف تسعة ثلاثة وتسعة اثنى عشر إذا حولنا ذلك إلى نسبة مئوية مية وعشرين من الأكاذيب وعشرة بالمئة بالقياس إلى مية وعشرين من الأكاذيب يكونوا من الصدق فأين محله من الأعراب لا محل له من الأعراب ولذا فإن التحريف والتزييف في كل مكان ومن هنا فإن الإمام الصادق قال عن مراجع النجف وكربلاء من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أعتقد أن صورة باتت واضحة مواضحة لديكم